الحمد لله الحمد لله رب الناس ملك الناس إله الناس أحمده سبحانه كما يحب ويرضى وأشكره عز وجل على جميع منه وآله من علينا بالإسلام وهدانا بالقرآن وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إخلاص وتوحيده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اقتداءً به واتباعًا اللهم صلي وسلم وعنعم وباري على هذا النبي الكريم وهذا الرسول المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البارة الكرام ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله والاعتصام بحبله المتين فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَحَقَ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَتَصِمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّخُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا فاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يَأْمُرُنَا بِتَقْوَاهِ وَبِالْا اِتِسَامِ بِحَبْلِهِ وَتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ هي مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلم والمحافظة على أوامره وفرائده ومجانبة نواهيه ومحارمه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من أمره يسرى ويكفر عنه سيئاته ويعذم أجره عند الله يوم القيامة فاللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أيها المسلمون والمسلمات على أساس التقوى يعملنا الله سبحانه وتعالى أن نبني مساجده ففي القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أُسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقال سبحانه وتعالى أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ على تقوى من الله وردوان خير أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ أَلَى شَفَى جُرُفِنْهَا فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَأَمَّلْ اَعْتِسَامُ بِكْتَابِاللَّهِ وَأَمَّلْ اَعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَإِنَّ حَبْلَ اللَّهِ Будin ودين الله سبحانه وتعالى هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يمتغي غير الإسلام دينا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بطاعة والبراءة من الشرك وأهله فأساس هذا الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبألوهيته وربوبيته وأما طاعة الله سبحانه وتعالى فهو أن نطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمر بامتثال أوامره وفي معنها باجتناب نواهي وأما البراءة من الشرك وأهله فأن نتجلب كل شرك كبير أو صغير كما جاء في كتاب الله وكما وقع ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أساس التوحيد نقيم مساجد الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وعلى أساس طاعة الله عز وجل نبني المساجد ونقيمها كما قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال لجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وعلى مجانبة الشرك وأهلي نعمر مساجد الله قال الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالشرك بالكفر أولئك حبطت عمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اللهم اهدنا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم نويل قلوبنا بالإيمان وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين فأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير إذ كرنا ويند ويندام لصبع ينصب نبك فانجل أدم جيسا فانجل صبلا ويندام ينانبا ينصبع يمن جيتب يل ويندام لا قلوبنا تزالي ويندام للجزئ ويندامنا ويندام لأسيا ويندام الواق Christina ويندام لصبع turned نيكا ويندام لصبع ساسوا تأثير hablando لصبع ويندام لصبع ويندام لصبع ويندام لصبع وينداما 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 ترجمة نانسية 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 نانسية ترجمة 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 نانسية